أهلا بحضرتكم مشاهدين إلى هذا النبأ العاجل حيث اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق وصرح المتحدث والرسمي لرئاسة الجمهورية بعد الاجتماع تناول متابعة الموقف الانشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية خاصة في قطاعات الطرق والكبار والمشروعات الانشائية والمعمارية إلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة وقد تم في هذا الإطار استعرض عملية تطوير الطرق والمحور بالقاهرة الكبرى وذلك في إطار المخطط القومي الشامل لحل مشكلة الاختناقات المرورية خاصة ما يتعلق بربط الطريق الدائري الأوسطي مع المحاول الرئيسية المختلفة لا سيما طريق الأوتوستراد فضلا عن رفع كفاءة الطرق وزيادة المحاول المرورية بمنطقة هضبة المقطم وربط الهضبة بمحور رياس الرزق وذلك في إطار مخطط التحديث الشامل الجاري في منطقة المقطم كما تابع السيد الرئيس في ذات السياق مستجدات تطوير قطاع الخدمات لعدد من المناطق في القاهرة لا سيما إنشاء الأسواق المركزية الحريثة في عدة مناطق وكذلك عملية التنسيق الحضاري والحضائق المحيطة بموقع القرعة وتطوير مدخل العاصمة من الشرق بمنطقة شارع حسين كامل حيث سيشمل هذا التطوير توفير العديد من الخدمات والمناطق التجارية إلى جانب إقامة حضائق وكبار للمشاه وكذلك رفع كفاءة وجهات العمارات والمباني المطلة على الشارع على نحو يليق ويتكامل مع التحديث والتطوير الشامل للقاهرة الكبرى ترجمة نانسي قنقر